موسيقى 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 بدأت بالقول إن محمداً صلى الله على محمد ألي محمد في مكة المكرمة طبعاً هذه الصلاة والتكريم لمكة من عندنا بلا شك يعني أن محمداً صلى الله على محمد ألي محمد في مكة المكرمة مكثثثين عاشرة السنة فالحقيقة المشهور ثلاث عشرة سنة لا بأس في خلاف ثنتي عشرة سنة يدعو ويبشر بدينه يدعو إلى دينه ويبشر به لكنه في النهاية فاشل فالت هي تقول فاشل تطبعه وتدمعه بالفشل هذا الرجل فاشل ولم يظفر إلا بعدد منزور من الناس من أقربائه وأصدقائه المقربين تابعوا على دينه نقطة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام فعلا قضى بضعة عشرة سنة في مكة يدعو إلى الله وهجر يوم هاجر صلواته ربي وتسليماته عليه ومعه زهاء مئة وعشرين يقلون قليلا من الصحابة بعضهم قال مئة وأربع عشرة من الصعب الإحصاء الدقيق نحن سنقول أقل من مئة وعشرين صحابيا وصحابيا رضوان الله عليهم أجمعين هاجروا معه لكن هل يعتبر هذا فشلا هل يعد هذا فشلا من الذي فشل أعتقد أن الذي فشل أكبر الفشل هم المكيون من سدنة الكفر وعبادة الأوثن هم الذين فشلوا هذا ليس كلام الخطابين لا أحب هذه الخطابية وإن كنت خطيبا أنا أحب الطريقة العلمية والمحكمة هم الذين فشلوا أذرع الفشل وأخيابه كيف؟ ولماذا يا أخواني؟ لأنهم لم يحسنوا أن يلتقطوا خط التاريخ لم يحدثوا لم يدركوا لم يفلحوا فيه أن يعو منذ البداية أن هذه الدعوة مؤيدة وأنها ناجحة وأن العرب سيصيرون بها أمة عظيمة أمة عظيمة تسود العالم أو معظم أسقاع العالم لم يدركوا هذا بدليل 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 أن محمدا صلواته ربي وتسليمته عليه وآله لم يمت كما مات السيد المسيح صلواته ربي وتسليمته عليه وعلى العين ونعمة رأس كل أنبياء الله والمسيح من الخمسة أو العزم من الرسل نحن لا نقول المسيح فشل وإن كانوا هم يعني المتحررين منهم والمتشككين فضع ملاحظة يؤكدون هذا على طريقة نيتشي أو المسيحي هو آخر المسيحي يقول قال فيه مسيح واحد نيتشي قال هو هذا الكريست هو عيسى هذا جيسس هو المسيح الوحيد قالوا وقد مات معلقا على خشبه فأول مسيحي هو آخر مسيحي عيسى عليه الصلاة والسلام يوم صلب كما يعتقدون نحن نزه عن هذا الله أكرمه أن لا يصلب وأن لا يحاط به وأن لا يهلك هذه الهلكة لكن على اعتقادهم وفق اعتقاداتهم بكم خرج بكم خرج ثم ما الذي جرى على دين المسيح وما الذي تولى نشره أحواري من حواري المقربين أم رجل آخر وتعرفونه وكبار المؤرخين أيها يؤكدوا أن هذا الرجل كان له أيها الإخوة طريقة أخرى تماما في فهم الدين وتصدير هذا الدين والتبشير به والتكريز على كل حال لا نقول المسيح فشل أنا أقول لكم الذين فشلوا هم الذين رفضوا المسيح وتألبوا عليه وأبوا إلا أن يصلبوا هؤلاء الفشل المسيح لم يفشل وبالتالي محمد لم يفشل لماذا عاد؟ لأن محمد مات يوما مات وقد ضرب الإسلام بجرانه ومد رواقه وبسط أضواءه وأنواره الهادية على جزيرة العرب وهي وحدها تمثل سدس عالم الإسلام والإمبراطورية الإسلامية إمبراطورية نادرة في التاريخ في سعتها واندياحها سدس هذه الإمبراطورية في عزها في ذروتها في أوجها الجزيرة العربية هذه كانت داخلة في الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى هذا محمد ومات يوم مات عليه الصلاة وأفضل السلام تاركاً ممن شرفه الله برؤيته ومتابعته مئةً وأربعة عشر ألف من الصحابة مئةً وأربعة عشر ألف صحابي قال لك فشل من الذي فشل؟ تماماً كما يأتيك رجل صعلوك لا ما له لك لديه عقلية واضح أنه عبقري ولوذع يقول لك أدخل معي في هذا الاستثمار لن يكلفك أكثر من مئة يور أدخل تقول لا 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 خبرة لك ما أنت ما أنت بين هؤلاء القروش والهوامير في عالم الاقتصاد والاستثمار إليك عني لست أثق بك بعد سنة أو سنتين تسمع وتأذن بأن هذا الرجل أصبح من أصحاب الملايير ستندم ندامة الكسعي ولا تحين مندم الذي حصل مع كفرة العرب هو أشد من هذا وأخيب من هذا أخيب من هذا ثم يقال محمد فشل محمد لم يفشل في الحقيقة من وضع أصبعه على الحقيقة وهذه الحقيقة لأناس حقيقة ولآخرين دم المؤلم وموجع هي الراهبة والمؤرخة والمفكرة حاملة الشهادات طبعا ومدبية الكتب العلمية في مستوى راقل ومشرف وفخور على الانضباطية بالمنهج العلمي كارين أرمسترونغ طيب الله ذكرها كارين أرمسترونغ ألفت أكثر من كتاب عن الإسلام وكتابين عن رسول الإسلام عليه الصلاة وأفضل السلام الثاني يوجد أن يكون تلخيصا للأول تلخيصا للأول جعلته فيه حاجة وإنقاذا للبشرية في الثاني التلخيص على كل حال السيدة أرمسترونغ المؤرخ العالم الكاتبة الراهبة سابقا لم تقل فشل قالت نحن المسيحيين لدينا عقدة من نجاح محمد نحن دائما نريد أن نزل محمدا وما فعله محمد بالميزان الذي نزل به المسيح قالت إذا كان المسيح فشل هل نقدس الفشل؟ هل نحترم الفشل؟ محمد لم يفشل قالت مايكل هارت وهو أمريكي عنصري على كل حال ليس متعاطفا مع المسلمين ويحمل خمس شهادات تقريبا أو أربع شهادات دكتوراه الرجل برضو أحد لوذعيين ليس رجلا من الهامش لا 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 رجل صادق وباسمه الحقيقي يسمى مايكل هارت لم يغير اسمه لم يزيف هويته حين تحدث عن الخالدين المئة ومعياره في تخليد ذكراهم حجم التأثير في الخير والشر الذي تركوه في عالمهم في عالم زمانهم صدرهم بمحمد بن عبد الله لماذا يا سيد هارت لديك المسيح لديك نيوتن لديك تشيرشيل لديك لماذا محمد بالذات محمد وجع هذا وجع لهؤلاء المتعصبين الذين تأكلهم العصبية تقتلهم مساكين لماذا أوجعتهم قال لم أجد في التاريخ رجلا أصاب حظا مزدوجا من النجاح الديني والدنيا وكمحمد بن عبد الله شيء مدهش هذا الرجل صانع التاريخ هذا صانع التاريخ إذن محمد فشل محمد لم يفشل بفضل الله تبارك وتعالى طيب ثم بنت على الفرضية الفاشلة هذه فرضية فشلت مباشرة فشلت بنت على الفرضية الفاشلة أن محمد بعد ذلك بدأ يفكر ويخطط ويدبر كيف عليه أن ينتقل مهاجرا إلى المدينة لكي يستميل اليهود والمدينة كانت مركزهم الديني والتجاري في بلاد العرب وأنه قدر صلواته ربي وتسلمته عليه وآله وأنه قدر في نفسه أنه إذا أصاب حظا من النجاح في استمالتهم واستتباعهم إليه فإنه سيكسب بهم قومه مجددا في الحقيقة هذه فرضية خيالية فانسي لا تستند على أي أساس لأسباب كثيرة نكتفي بأثنين أو ثلاثة السبب الأول محمد صلواته ربي وتسليماته عليه وآله لم يقرر من لدونه استجابة لهذه الفكرة ولهذا المخطط أن يهاجر محمد اضطر إلى الهجرة اضطرارا لما برح الأذى والفتنة والمحنة به وبأصحابه ولن نتحدث عن مفردات هذه المحنة والحصار والتعذيب وقتل بعض الصحابيات وبعض الصحابة وهجرة الحبش الأولى وهجرة الحبش الثانية قصة طويلة معروفة يتحفظها أطفال الصغار في الابتداء يعرفون إيه هذه المجريات من سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة وعفضه السلام ولذلك يتحفظ هؤلاء الصبية أيضا أنه صلواته ربي وتسليماته عليه حين ألقى نظرة الوداع من الحزورة ما كان شرفها كذا على مشارف مكة من الحزورة وألقى نظرة الوداع قال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجته إذن خرجه مضطرا لم يكن في ورده أن يخطط للهجرة ويذهب إلى المدينة ويستمير اليهود ويأكل بهم قومه بتعبيرنا التقليدي أبدا هذه واحدة الثانية حين بدأ يلهم فكرة الهجرة الإطرارية أيها الإخوة الله تبارك وتحالى أوحى إليه مناما والأنبياء يوحى إليهم أيضا في المنام أني أرى في المنام أني أذبح وقال خير عي السلام أوحى إليه مناما بمهاجره بدار هجرته بمهاجره فقال فيما يرويه الشيخاني عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم جميعا قال عليه الصلاة وأفضل السلام وآله وسلم تسليما كثيرا قال لقد رأيت أي في المنام أني أهاجر من مكة إلى مدينة ذات نخل فذهب وهلي هكذا ضبطوها معنى أهل اللغة يذكرون التسكين فذهب وهلي سنقول فذهب وهلي إلى أنها هجر أو اليمام فإذا هي المدينة يثرب فإذا هي المدينة يثرب لم يكن في باله بالمرة قضية المدينة أذهب إلى المدينة وأستميي اليهود وهذا الفانسي وهذا الخيال الكسيح خيال كسيح لأنه إذا كان عندك خيال أو إذا كنت ذات خيال مبدع إبداعي لابد أن لا يسقط على أول درجة من درجات البحث يعني تتضل في الابتدائية قرأ أستير ويقول هذا كلام صحيح بده يكون شوية تجاوز هذه الأشياء بحيث يستدعي متخصصين على الأحاديث والسيرة والتاريخ لكي يكشفوا عواره من أول درجة هيك ما هي الخيال الفاشل هذا الخيال الفاشل يبدو أن الفشل يلهم الفشل الفشل يلهم الفشل والفشل يولد لغة الفشل والاستناد على مفردة الفشل اللهم اجعلنا من الناجحين في الدنيا والآخرة على كل حال إذن قال ذهب وهلي إلى أنها هجر أو اليمامة هجر بلدة في البحرين وأيضا بلدة في اليمن هذا أرجح كما ذهب عليه غير واحد لماذا؟ لأن اليمامة بين مكة وبين اليمن فالترديد بينهما وارد الترديد بين هجر اليمنية أفضل ما الترديد بين هجر البحرينية واليمامة على كل حال ذهب وهلي طبعا المحدثون وهلي بمعنى ظني الذي ظننت فخرج الأمر على خلافي هذا هو الوهل الوهل وهلت في الأمر وهلت في الأمر إذا ظننته ثم تبينه على غير على غير ما ظننت أما وهي لا يوهلوا بمعنى فزع هذا وهل يهلوا بمعنى ظن الأمر على غير حقيقته ووهل يوهلوا بمعنى فزع وخاف موضوع ثاني على كل حال إذن هذا انتهى أيضا ثم بانت على هذه الفرضية الكسيحة القاعدة التي ترم تتحرك حتى مليمترا واحدا أنه عليه الصلاة وأفضل السلام راح يقتبس من العهد القديم راح يقتبس من كتاب يهود تشريعات معينة لماذا؟ طبعا تحببا إليهم ملاينة واستئلافا لقلوبهم استئلافا لقلوبهم استدراجا لهم اجتذابا مثل ماذا؟ قالت مثل الصلوات مثل الصلوات وكأن الصلوات لم تعرف إلا في اليهودية كل الأديان لديها صلوات لكن هل صلوات المسلمية الخمس مثل صلوات اليهود؟ يعرف هذا من يعرف الأديان المقارنة العجيب أيضا أن هذا يا إخواني متى فرضت الصلوات الخمس؟ ليلة المعراج وليلة المعراج مختلف فيها جدا قيل في السنة الأولى للهجرة وقيل في الخامسة المشهور عندنا سنة ماذا؟ في السنة العاشرة على المشهور لكنه ليس ثابت مطلقة قطعية ما العلماء من نصر أن المعراج كان في السنة الأولى وإن لم يكون هذا هو الأقوى على كل حال لنجري لنسر على المشهور المشهور أن المعراج كان في السنة العاشرة يعني قبل ثلاث سنوات من الهجرة حين لم تكن الهجرة إلى المدينة طبعا في وارد النبي ولا خطره بالمرة بالمرة فموضوع اليهود وأنه يستميلهم وأنه كذا